اهلا بكم كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان وهذه التغطية الخاصة حالة من الخوف المصحوبة بالهلع تنتاب العديد من المواطنين في الاتحاد الأوروبي بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار وموجة الغلاء التي تواجه القارة العجوز في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا وفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يورو باروميتر التابعة للبرلمان الأوروبي رصد حالة من القلق لدى 90% من مواطني الاتحاد الأوروبي بشأن ارتفاع الأسعار وأزمة تكلفة المعيشة في القرى وأيضا استطلاع الرأي صلة الضوء على ارتفاع تكلفة المعيشة وأنها المشكلة الرئيسية لـ 93% من الأوروبيين يليها الخوف من خطر الفقر والإقصاء الاجتماعي لدى 82% الاستطلاع أوضح أيضا أن نمو الأسعار أثر بشكل رئيسي على اليونان بنسبة 100% وقبرص بنسبة 99% وإيطاليا والبرتغال بنسبة 98% ومواطني الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن تغير المناخ وإمكانية التوسع في انتشار الصراع الأوكراني أوضح لحضراتكم أن التضخم بلغ دروته وهذا وفقا لتصريح قاله المفاوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد الذي قال إنه من الواضح أن التضخم قد بلغ دروته في الاتحاد الأوروبي ولكن من المرجح تجنب حدوث حالة من ركود العميق وتوقع أن يتعرض لاقتصاد الأوروبي لانكماش خلال أشهر الشتاء المفاوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني أوضح أيضا أن التضخم في أسعار المواد الغذائية في أوروبا بلغ 18.3% ما أثر على بعض المنتجات الغذائية الأساسية منها البطاطس التي أصبحت أغلى في ألمانيا بنسبة 25.9% وفي فرنسا تفع سعرها بنحو 9.3% أيضا أسعار الطاقة في ألمانيا أصبحت ترتفع بشكل كبير حيث أن أسعار البنزين والديزل في ألمانيا تعاني من ارتفاع مستمر ووصل سعر البنزين إلى يورو 86 أما الديزل فكان أغلى ووصل إلى يورو 95 وأرجع الموقع السبب في الزيادة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية إسبانيا الأخرى تعاني من أكبر زيادة في أسعار الزيت الزيتون في كل أوروبا على الرغم من كونها المنتجة الأول لهذه السلعة الأساسية إلا أن العائلات الإسبانية تشهد ارتفاعا قياسيا في الأسعار وتسبب نقص الأمطار هذا العام في انخفاض الإنتاج بنسبة تتروح بين 40% و50% وذلك أدى إلى إطلاق إنذار نقص في الزيت وتسبب في ارتفاع الأسعار لأسابيع كما أن أوروبا لا تزال تعاني من ارتفاع في أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية وكان آخر ارتفاع بنحو 7% مشاهدين الكرام كانت هذه تغطية خاصة حول التضخم في أوروبا ومستمرون معكم في تغطية إخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع شكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة وفي أمان الله